في شأن آخر اعتصم سائق مركبات نقل الركاب التي تستخدم تطبيقات ذكية أمام مبنى هيئة النقل البري مطالبين بالغاء قرار طبع وتحسين ظروف العمل كما احتج السائقون على قرارات دفع رسوم تصريح سنوية بمقدار 400 دينار لإضافة إلى تحديد العمر التشغيلي للمركبة بخمس سنوات من تاريخ الصنع أضح السائقون أن القرارات وتعليمات غير منصوص عليها في العقود المبرمة بينهم وبين الشركات المشغلة وأن الحكومة اتخذتها دون علمهم وبعد إجبارهم على ترخيص مركباتهم لدى هيئة النقل وبهذا الشأن قال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري بالوكالة زاهي بن سعيد إنه تمت مناقشة جميع الطلبات المقدمة من قبل سائقي مركبات النقل الذكية كما أوضح بن سعيد أن الهيئة أمهلت سائقي المركبات شهر لوضع طبعة على مركباتهم مطالب السائقين كانت اليوم زي ما حكيت هي بتتلخص في زيادة العمر التشغيلي للمركبات اللي بيعملوا عليها بالإضافة إلى الغاء الطبعة اللي تم إقرارها بالتعليمات المعدلة اللي صدرت أخيرا طبعا تم استقبالهم واستقبال الممثلين عن هؤلاء السائقين وتم مناقشة جميع الطلبات المقدمة منهم وتم مشارح لهم جميع الإجراءات التي تقوم بها هي تنظيم النقل البري فيما يخص تنظيم هذا القطاع لأن هذا القطاع قبل سنتين أو أكثر كان تعمل هذه السيارات بدون أي تشريع ينظم عمل هذه المركبات وبالتالي لتنظيم عملها قامت الحكومة بإصدار نظام لتنظيم عمل هذه المركبات وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إليه هنا في الستوديو سيد أحمد هيلات المتحدث باسم معتصمي أوبر وكريم سيد أحمد أهلا وسهلا بك في نشرة الرابعة إذن الجهات المعنية تقول أنها تناقش مطالبكم الأخيرة بالتالي هل تم التواصل معكم حول هذه المطالب نعم حقيقة قمنا بهذه الفعالية وشارك فيها العديد من العاملين بالنقل عبر التطبيقات الذكية بعد ذلك استدعانا عطوفة زاهي وأعضاء من هيئة النقل تحدثنا في هذه المطالب تفاجأنا حقيقة أنه لا يوجد اطلاع كبير من قبل من تحاوروا معنا بالتعليمات المنصوص عليها والتي تم عرضها في الجريد الرسمية مؤخرا ناقشنا أكثر من 12 مطلب هذه التعليمات تم إقرارها بتغييب العاملين بالنقل عبر التطبيقات الذكية ودون الرجوع إليهم ودون الحديث معهم أو حتى التشاور معهم الذين تم التشاور معهم هم أصحاب الاستثمار يعني كريم وأوبر وأصحاب مكاتب التكسي والعاملين أيضا على التكسي لكن مع تغييب فئة الكباتن اللي نحن نسميهم الكباتن اللي هم العاملين بالنقل عبر التطبيقات الذكية كانوا مغيبين تماما عن هذه التعليمات دخلت هذه الخدمة السوق الأردني من تقريبا أكثر من ثلاث سنوات وكان هذا الأمر على مرأة الهيئة والحكومة وكان يصطف الشباب بالآلاف أمام مكاتب أوبر وكريم من أجل تسجيل طلبات التوظيف ولم تحرك حقيقة أي ساكن لا الحكومة ولا وزراء النقل المتعاقبين الذين مروا على هذه القضية تحديدا بعد ذلك أصبحت التعليمات تتوالى اتباعا بالموافقة وإعطاء الترخيص المبدئي للشركات التي تقدم هذه الخدمة التطبيقات ثم يتفاجأ العاملين بالنقل عبر التطبيقات الذكية أنهم بعد أن وحلوا بالقروض وبعد أن طيب أستاذ أحمد في هذا السياق أبرز المطالب هناك طالب جديدة هي قضية الطبعة ما المشكلة بقضية الطبعة البعض يقول أنها مهمة للغاية لأنها تميز السيارات العادية عن السيارات التي تعمل مع أوبر وكريم يعني معظم الشباب وقفوا زيما يحكيها في العامية كل واحد مع فوردي فيوجين أو هنداي سوناتا يتم توقيفه على أساس أنه أوبر وكريم بالتالي ما المشكلة في هذه النقطة بالتحديد؟ نعم الطبعة سوف تخلق مشكلة جديدة في القطاع الآن ما المشكلة؟ الفكرة من العمل على التطبيقات الذكية هو استغلال السيارة الخاصة من أجل زيادة الدخل ونضع خطين تحت كلمة السيارة الخاصة يعني السيارة تحت صفتها الخصوصية التي تم دفع الجمرك للسيارة على أساس الصفة الخصوصية لها بالتالي وضع الطبعة يتيح المجال للعاملين بالنقل عبر التطبيقات الذكية أنهم يشاركوا سائقين التكسي بتقديم هذه الخدمة للعملاء الموجودين على الشارع الذين لا يستخدموا التطبيقات يعني الآن العديد من الكباتن يتحدث بأنه عندما يقوم بتوصيل عميل إلى وجهة معينة ويكون أحد ينتظر تكسي أجرة يسأله إن كان يعمل بالنقل مع أوبر أو كريم فبالتالي هذا أمر الأمر الآخر في انتهاك للخصوصية من حيث أن هذه السيارة على الأغلب هي سيارة العائلة قد يستخدمها الأخ قد تستخدمها الأم خارج سياق العمل وبالتالي يتعرضوا للإيقاف من شرطة المباحث والمخالفات المتكذرة سيد أحمد ولكن استغلال الوقت كنتم تريد بعيدا عن المطالب ويتتخص في قضية الخمس سنوات طالب أخرى تحسين ظروف العمل كيف تقصد تحسين ظروف العمل هل هي في هذه المطالب الخمس المقصود بهذه النقطة في التحديد تحسين ظروف العمل المقصود فيها المطالب التي تتحدثون عنها مجمل المطالب وصلت تقريبا إلى 12 من هذه المطالب زيادة العمر التشغيلي اليوم معظم العاملين بالنقل عبر التطبيقات الذكية أخذوا قروض عمرها سبعة سنوات أو ثماني سنوات أعطوهم عمر تشغيلي خمس سنين طب عندما ينتهي العمر التشغيلي لسيارته كيف سوف يعمل على تسديد القرض المترتب عليه لم تتم دراسة المشاكل التي تتولد من هذه التعليمات بشكل جيد لأنه لم يدعى أي أحد ممثل عن هؤلاء العاملين إلى طاولة الحوار والاستماع منهم نحن نعرف أن المطالب سائقين التكسي وعددها تسع مطالب تم أخذها في يوم وليلة قدموا سائقين التكسي بعد اعتصامهم المطالب لدولة رئيس الوزراء وتم إقرارها بنفس الجلسة دون أي دراسة لمخاطر والتبعات نعم لابد من المساواة الآن نحن نرى أن الهيئة حقيقة تركت الدور التنظيمي للقطاع وانشغلت بحماية مصالح الشركات ومصالح أصحاب مكاتب التكسي على حساب هؤلاء الشباب الذين كانوا يتعطشون ليجدوا فرصة عمل يقتاتوا منها نعم أستاذ أحمد هيلات المتحدث باسم سمي أوبر وكريم شكرا جزيلا لك شكرا لك